موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار أهلا بكم ونستهلها بالحدث موسيقى تختتم فعاليات كأس أمم أفريقيا للمحليين السبت بإجراء مباراة النهائي التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظره السينيغالي وسيحتضن ملعب نيلسون منضلة جنوب العاصمة الجزائرية النهائي الكبير بين منتخب البلد المضيف ومنافسه السينيغالي بداية من الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي موسيقى يلقي إذن المنتخب الجزائري نظيره السينيغالي في المشهد الختامي لبطولة أفريقيا للمحليين في نهائي واعد سيكون على ملعب نيلسون منضلة بالجزائر العاصمة مواجهة كبيرة سيسعى كل الطرف فيها لنيلي اللقب وتحقيق تتويج تاريخي بعد أن كللت الدورة بالنجاح فنيا وتنظيميا بمعنويات عالية يدخل المنتخب الجزائري نهائي بطولة فريقيا للمحليين أمام السينيغال وعينه على التتويج بأول لقب في تاريخ مشاركتهم في المنافسة أشبال المدرب مجد بوغرا قدم وجه المشرف طيلة الدورة تحذوهم رغبة جامحة في معانقة التاجي الإفريقي بعد عام ونصف من التحذير الشاقة مثل ما قلت للعبين إنها مباراة حياتهم وليس هناك حسابات لنقوم بها ويجب أن نضح فوق الميدان من أجل الوطن ومن أجل كل تضحيات التي قمنا بها طيلة عام ونصف في حصاد الأرقام قبل مباراة الختام يحوز المنتخب الجزائري على أفضل دفاع بتلقيه هدفا يتيما كما يملك أحسن خط هجوم بتسجيله ثمانية أهداف نصبته مرشحا فوق العادة للظفر بالتاجي الإفريقي من جهته يستثمر منافس المنتخب الجزائري في صحوة الكرة السينيغالية خلال المواسم الأخيرة أسود التيرنغا سجلوا ستة أهداف واهتزت شباكهم في مناسبة واحدة منتخب السينيغال يبلغ نهائي الشال وفي جعبته الكثير هدفه الرئيس هو ترسيع خزائنه بلقب جديد وحسم المنافسة فوق الميدان الشيء الوحيد أن الجمهور الجزائري سيكون حاضرا بقوة ونحن متفقون على ذلك ولكن فوق الميدان لن يكون الجمهور حاضرا سيكون هناك 11 ضد 11 لعبا ملعب نيلسون منديلا سيكون قبلة للجباخير الجزائري المتعطشة لحضور المشهد الأخير من نسخة استثنائية فريدة من نوعها لن تكتمل فرحتها سوى بتتويج الجزائر بلقب البطولة هذا وأثنى رئيس والاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي على طبعة السابعة للشان الجارية بالجزائر رئيس والكاف وخلال تواجده في مدينة وهران لحضور المباراة الترتيبية شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤكدا أن افريقيا يجب أن تفتخر بما قدمته الجزائر تنظيميا وجماهيريا أنا سعيد جدا الكثير من الأمم تتابع بطولة افريقيا للمحليين لأنها تمثل الكرة الافريقية أحسن تمثيل إنها نسخة لا تقارن بسبقاتها الجزائر كانت في المستوى تنظيميا وجدد شكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأشكر وزير الشباب والرياضة والحكومة الجزائرية واخي رئيس الفوف جهيد زفيزف نستطيع أن نكون فخورين كل الدول الافريقية يجب أن تكون فخورة بما قدمته الجزائر الطبعة كانت من طراز عالمي بقية الأخبار بعد الفاصل إلى شاني الفلسطيني الآن أصيب أكثر من عشرة فلسطينيين بجروح نسبت برصاص قوة الاحتلال الصهيوني من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة واعتقل آخرون خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحة في الضفة الغربية المحتلة فيما نددت فصائل فلسطينية بالعدوان مؤكدة أن المقاومة ستبقى صامدة في وجه الكيان المحتل أريحة تحت القمع والهدف ملاحقة الشباب الفلسطيني الثائر بعد حصار دام سبعة أيام قوة الاحتلال تقتحم المدينة للمرة الثانية خلال 24 ساعة وتهتدي على سكان مخيم عقبة جبر اعتداء خلف عدة جرحة في صفوف الفلسطينيين من ضمنهم ثلاثة في حالة حرجة إلى جانب اعتقال آخرين خلال العدوان الذي استمر عدة ساعات أطلقت قوة الاحتلال النار وقصفت منزلا بالقذائف بعد محاصراته بحجة وجود مقاومين فيه وفقا لمصادر فلسطينية ويبدوا مش معنيين في بيت معين كانوا معنيين في المخيم كله وبلشوا من أول مخيم بالعمل الرديء تبعهم العمل الهزيل تبعهم وطلعوا انسحبوا وراح في الميمعة في بيوت ما كان يعني في طرف المخيم تعاملوا معها كأنه مجرم هم ما الله علم فيهم لايمين في بيوتهم مسالمين ما لهم أي دعوة في الحدث كله حتى انتهاكات الاحتلال وصلت حد منع الطواقم الطبية من دخول المخيم وإسعاف الجرحة وفق تأكيدات الهلال الأحمر الفلسطيني العدوان نددت به فصائل فلسطينية معتبرة إياه تصعيدا سافرا سيقابله الشعب الفلسطيني بالمقاومة هي حرب إبادة مستمرة ضد الشعب الفلسطيني لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب إنما أيضا تدمير البنى التحتية للفلسطينيين من خلال جرائم وحشية تتنافى وكل الأعراف الدولية والمواثيق الأممية التي تعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس في خبر آخر استقبل رئيسه الجمهورية العربية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي عشية الجمعة رئيس البرلمان الإفريقي فورتيون شارومبيرا بمقر رئاسة في مخيمات اللاجئين الصحراويين وتركزت المحادثات على مستجدات القضية الصحراوية على المستويين الإقليمي والدولي والمواقف الإفريقية تجاه القضية الصحراوية وخاصة القرارات الصادرة عن القمم الأفريقية للإشارة فإن الزيارة تأتي بعد القرار التاريخي للبحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا وشدد رئيس البرلمان الإفريقي خلال الزيارة على ضرورة إيجاد حل للقضية الصحراوية الصحراء هي عضو في الاتحاد الإفريقي ونحن هنا في ذيافة أحد البلدان الأعضاء في الاتحاد ونحن عندما نتواجد هنا فإننا نقوم بتأدية إحدى مهامنا عندما دخلنا إلى هذه القاع رأينا النشاط الذي لديكم رئيس الهيئة التشريعية في الاتحاد الإفريقي اتهم جهات لم يسمها بمحاولة منعه من زيارة الصحراء الغربية لكنه أصر على الزيارة باعتبار الجمهورية الصحراوية عضوا مؤسسا للاتحاد الإفريقي متعاهدا برفع القضية الصحراوية إلى أعلى المستويات في أفريقيا لقد أخبرنا البعض بأن لا نذهب للصحراء الغربية فقلنا لهم هي عضو في الاتحاد الإفريقي نحن كنا الآن وسنكون دائما هنا نبحث عن السلم في هذه القارة قضية الصحراء الغربية هي القضية الأطول عمرا وبالنظر للعهدة المكلفين بها فإننا ننظر إلى حقوق الإنسان التي هي حق مكفول للجميع إذن نحن هنا لنرى بأم أعيننا بأن قضية الصحراء حقيقة واقعة ويجب أن يكون لها حل سنعمل في البرلمان الإفريقي جاهدين من أجل الأخذ بهذه القضية الإفريقية ورفعها إلى أعلى البستويات في القارة سجلت القضية الصحراوية دعما متزايدا في مختلف برلمانات العالم ومواقف رافضة لتأييد احتلال المغرب لأراضي الجمهورية الصحراوية أو السكوت على انتهاك حقوق الصحراويين في تقرير مصيرهم مكاسب القضية الصحراوية المحققة دوليا وما رافقها من حراك دبلوماسي للمدافعين عنها في مختلف المنابر الدولية كان لها وقعها على عديد الهيئات التشريعية في العالم مثل هذه الصور باتت مألوفة في أعرق البرلمانات الغربية التي ترافع لإنصاف الشعب الصحراوي وإخراجه من ضائرة الاحتلال ويسجل أعضاؤها على اختلاف توجهاتهم السياسية مواقف رافضة احتلال الأراضي الصحراوية حتى وإن كان في ذلك تعارض مع مواقف حكومات متواطئة مع الرباط متجاهلة انتهاكها اليومي حقوق الصحراويين ولعل أبرز تلك المواقف تجديد الرئيس البرلماني الإفريقي خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين تعهداته بالعمل على إنهاء معاناة الشعب الصحراوي منظمتنا تعمل على الوحدة الإفريقية والصحراء الغربية عضو في الاتحاد الإفريقي لقد وقفنا على أن قضية الصحراء الغربية قضية حقيقية وسادقة ويجب حلها سنفعل ما بوسعنا لإيجاد حل لها لقد رفعنا الأمر إلى القادة الأفارقة لوضعها في الحسبان رفقة الأمم المتحدة المخولة بحل هذا النزاع الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا طالبه الآخر حكومة بلاده بالعمل على سحب عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي طلب يتزامن مع ما آثاره النواب من حزب العمال البريطاني في سؤال كتابي لوزير الخارجية حول انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية واحتلاله جزءا من أراضيها القضية الصحراوية اقتحمت كذلك جلسات الجمعية الوطنية الفرنسية من خلال استقبال نشطاء ومدافعين عن القضية الصحراوية كما ارتفعت أصوات في البرلمان الإسباني مدافعة عن نضال الشعب الصحراوي ومنددتان بموقف رئيس الغزراء بيدرو سانشاز مواقف أكسبت القضية الصحراوية زخما كبيرا عزز تواجدها في أجندات مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها دعا الرئيس التونسي قيس السعيد مساء الجمعة إلى ضرورة تكوين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لإجهاض المحاولات السياسية لإفتعال الأزمات مشيرا إلى أن تواصل ظاهرة اختفائها تقف وراءه قوى تعمل على تأجيج الأوضاع للاستفادة منه سياسيا وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية فقد اجتمع السعيد في قصر قرطاج برئيسة الحكومة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات والمدير العام للديوانة لبحث أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية أو ندرتها وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها في ظل ما أسماه حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد الدبيبة وفي كلمة ألقاها بالنياب عنه وزير المالية خالد المبروك خلال افتتاح ملتقى دعم قطاع النفط والغاز المنظم بمدينة اسطنبول التركية أكد دعم الحكومة للجهود المبدولة من مؤسسة النفط الوطنية لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام أخرى جديدة تساهم في زيادة إنتاج النفط والغاز الملتقى يهدف إلى عرض الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط الوطنية في ليبيا ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز ودعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية لبرامجها ومشروعاتها تعتزم مجموعة صناطراك الجزائرية رفع الإنتاج في الحقول النفطية لمنطقة تجورت جنوب البلاد إلى 80 ألف برميل يوميا بحلول العام 2026 ضمن حزمة خطوات متسارعة تستهدف زيادة إنتاج الجزائر من الغاز والنفط بنهاية السنة الجارية عبر كل الجبهات والجهات تتحرك صناطراك صوب زيادة الإنتاج النفطي والغازي في الجزائر وتعظيم العائدات باستغلال الظرف الدولي المواتي هنا بحقول منطقة تجورت جنوب البلاد يتجسد المسعى الجزائري بتحقيق قفزة في كمية إنتاج المحروقات على المدى المتوسط حق الراما تقريب هو فيها تقريب فيها الناحية 18 حق المكتشف جديد بدأت استغلالها بطريقة عاجلة بدنا في سنة 2016 بحوالي 5000 برميل في اليوم اليوم الحمد لله مع استمرار عمليات حفر الآبار وصلنا إلى إنتاج 45 ألف برميل في اليوم لكن هدفنا إن شاء الله نبلغه حوالي 60 ألف برميل في شهر ومجمع بئر السبع الذي يجري استغلال مكامينه ضمن شركة بين صناطراك وشركتين أجنبيتين تتأكد الإرادة في الذهاب نحو توسيع ضائرة الاستكشافات وزيادة نطاق استغلال منشآت الإنتاج الجديدة منها والقديمة مجمع شركة بين صناطراك وشركة تايلاندية وفيتنامية ومجمع بيرسبع لحاليا ينتج حوالي سعته 20 ألف برميل في اليوم معالجة البترول ينتج حوالي تقريب 16 ألف وخمسمائة برميل في اليوم لكن فيها إمكانية لرفع هذا الإنتاج لتقريب 40 ألف برميل نعمل مع الشركة الأجنبي إن شاء الله من أجل اتخاذ القرار في أقرب الأوقات الممكنة وذهب مباشرة إلى رفع الإنتاج خطوة متسارعة لمجموعة صناطراك لاستغلال المكامن المكتشفة حديثا لرفع الإنتاج من جهة وتعزيز صادراتها كمورد هام وموثوق من جهة أخرى والأهم بعثوا رسائل تطمين للخارج بشأن قدرات البلاد في ضمان التزاماتها التعاقدية على المدين المتوسط والطويل نفى رئيس المجلس الانتقالي في بورك نفاسو إبراهيم تراوري قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا التي طالبها بسحب قوتها تراوري وفي مقابلة تلفزيونية شدد على أن وقادوغو ماضية في تنويع شركائها الخارجيين في غمرت ما تعرفه العلاقات البورك نبية الفرنسية من توطر عقب طلب وقادوغو من باريس إجلاء جنودها من أراضيها أكد رئيس المجلس الانتقالي في بورك نفاسو استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مشددا على أن القرار يندرج ضمن ما يسميه استعادة السيادة نهاية الاتفاقيات الدبلوماسية كلا لا قطع للعلاقات الدبلوماسية ولا حقدة جه دولة معينة السفارة الفرنسية مفتوحة والمواطنون الفرنسيون لا يزالون هنا وكذلك السفارة هناك أنه اتفاق وجود عسكري سيادتنا تعتمد علينا وهذا ما نطالب به من خلال التنديد بهذه الاتفاقية فلا يوجد قطيعة في العلاقات الدبلوماسية تراوري عز التوجه الجديد للبلاد للحاجة إلى بعث وتوسيع علاقاتها على نطاق أكبر بما يضمن كسب شركاء جدد وفق ما تقتضيه المرحلة خاصة في ظل المطالب الداخلية المتزايدة بإنهاء تدخل الأجنبي في البلاد مثلما لاحظتم نقوم بتنويع شركائنا من خلال علاقات متعددة إرسل عدة بعثات والبعض الآخر قادم لبحث آفاق أخرى لأننا نريد شركات جديدة مربحة للجانبين وصريحة وشفافة توجه خلف تضامنا شعبيا كبيرا وهبة جماهيرية بصورة المظاهرات الحاشدة المؤيدة للمجلس الانتقالي خلال العشهر الأخيرة تزامنا واتساع ضائرة الرفض الشعبي للتواجد العسكري الفرنسي في البلاد دخلت معه بورك نفاص مرحلة جديدة في تاريخها السياسي والأمني على أمل أن يتمكن مئات الآلاف من المهجرين بسبب العملية الإرهابية من العودة إلى منازلهم قتل ما لا يقل عن 41 شخصا في اشتباكات بين إرهابيين وحراس متطوعين في ولاية كاتسينا شمال نايجيريا المتحدث باسم الشرطة الولاية جامب عيسى قال إن الضحايا سقطوا عندما اشتبك مسلحون مع جماعة أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسة في كاتسينا في أحدث أعمال عنف قبل الانتخابات الرئاسية مضيفا أن المسلحين هاجموا قرية في منطقة باكوري قبل فرارهم بالماشية إلى الأدغال أعلن البينتاغون أن منطاد التجسس صينيا آخر يحلق فوق أمريكا اللاتينية بعد رصد منطاد أول في سماء الولايات المتحدة في اليوم السابق وقال المتحدث باسم البينتاغون بات رايدر في بيان إن تقارير وصلت وزارة الدفاع الأمريكية عن وجود منطاد يحلق فوق أمريكا اللاتينية وإن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس صيني آخر دون أن يحدد موقعه بدقة وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة زيارة إلى بيكين بعدما رصدت الولايات المتحدة في أجوائها المنطاد الصيني الأول الذي تشتبه في أن أغراضه تجسسية وهو اتهام نفته بيكين مبدية أسفها لهذه الحادثة غير المقصودة على حد تعبيرها دوت صافرات والإنذار في العاصمة الأوكرانية كيف تحذيرا من غارات جوية روسية تزامنا مع قمة أوروبية أوكرانية التي اختتمت أشغالها الجمعة جذلك وسط احتدام القتال في جبهة بخموت بين القوات الروسية والأوكرانية أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا بهذه الكلمات جدد رئيس المجلس الأوروبي دعمه كييف في ختام أعبال قمة أوروبية أوكرانية في كييف حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سنكون بجانبك لإعادة بناء أوكرانيا الحديثة والمظاهرة الراسخة بقوة على طريقنا الأوروبي المشترك لأنه لا يمكن أن تكون هناك أوروبا آمنة ومستقلة بدون أوكرانيا آمنة ومستقلة أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا الرئيس الأوكراني أكد أن أوكرانيا ستقاتل للاحتفاظ بمدينة بخموت في الشرق لأطول فترة ممكنة وحث الغرب على تزويد بلاده بأسلحة بعيدة المدى لمساعدتها في حربها ضد روسيا إذا تم التعجيل بتسليم الأسلحة أي أسلحة بعيدة المدى فلن ننسحب من بخموت فحسب بل سنبدأ في استعادة السيطرة على دوباس أما مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي فبقيت دون جدول زمنيا محدد حسب رئيسة المفوضية الأوروبية التي كشفت في السياق أن الاتحاد بصدد الإعلان عن الحزمة العاشرة من العقوبات الاقتصادية على روسيا نحن ندعم إنشاء مركز دولي لمحاكمة جريمة العدوان في أوكرانيا في لاهاي والغرض منه هو التحقيق في الجرائم التي حصلت في أوكرانيا والحفاظ على الأدلة وتخزينها للمحاكمات المستقبلية ورغم إشادة الاتحاد الأوروبي بالجهود الكبيرة التي بثلتها أوكرانيا في سبيل الانضمام إلى الاتحاد إلا أن مسار العضوية الكاملة حسب مراقبين صعب ويستغرق سنوات في ظل تحفظ كثيرين من الخطوة انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الرؤوبة الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة